منتخب مصر باختتم استعداداته غدا وابو الجبل محمد ابو جبل شارك في المران وانا من وجهة نظري يعني اعتقد ان ابو جبل لا يمكن يكون خف في كده يعني يعني لا يمكن يكون خف في كده مجرد جاله شد وخف بعدها بيومين لان المطش كان يوم يا جماعة المطش كان يوم ايه مطش مصر كم يوم الحد صح اتنين تلات الاربع اتمرن يعني هو لعب الحد بالليل اه او الساعة خمسة يوم الاتنين اه ما اتمرنش التلات نزل تمرين خفيف الاربع اتمرن التمرين كاملة وهيلعب بكرة صراحة يعني معرفش هل ممكن يكون محمد ابو جبل خد حقنا مثلا حقنا مثلا تضيع له القلم لان ما فيش حاجة في الدنيا تخلي لاعب يجيله شد يخف بعد يومين وينزل التمرين يعني معرفش طبيا ايه دي الله هو اعلم بس احنا انا اهم حاجة عندي ابو جبل راجل وابو جبل حرس كبير واكيد في عدم وجود الشناوي ابو جبل مطمئن جدا وابو جبل حرس كبير ولا يقل عن الشناوي يمكن تخوفا من صبح لسه صغير ما لعبش مطشات كتيرة فاللي يشيل الليلة لإلا ابو جبل لإلا الشناوي فلابد ان ابو جبل يلعب انا تخوفي بقى ان ابو جبل يلعب ويجيله الاصابة اثناء اللقاء فربنا يستر وان شاء الله يكون خف مليون في المية وممكن يكون مثلا اللي حصله في المطش ده مثلا بسبب الوقعة فالعرق بتاع الضمة مثلا يعني معرفش طبين ايه وبعد كده ابتدت تدلك او ياخد مسكنات او ياخد معرفش ممكن تكون خفت فجأة ممكن ساعات بتحصل كده عرق بيركب على عرق بيتحس ان انت مش قادر الله اعلم طيب اقاف تدريب منتخب مصر بسبب طائرة بتتجسس على الفريق وتم الشكوى للفيفا